أمر مفيد جداً ما ذكرت وكلاسيكياً ألماني دعوني أسألك محمد الوضع في مصر يبدو مختلفاً ربما إلى حد ما عن تلك الدول المصنفة تريبل أي وهناك تحديات كيف ترون حشد الموارد والتوازن على مستوى الميزانية العامة والتحديات من منظوركم نعم الوضع في مصر قد يكون أكثر صعوبة نتيجة استمرار أربعة سنوات سنتين من الكورونا وسنتين في مكافحة التضخم حتى الآن كل هذا له تأثير السلبي أخذين بعين الاعتبار أن واحد من أهم الآثار هو كلفة التمويل وزيادة الدين وخدمة الدين وكذلك ارتفاع كلفة خدمة الدين وكيفية التعامل مع الأثر السلبي لهكذا وضع موجود فيه تضخم وتأثيره على المواطنين العاديين في بلد كمصر فيها 106 مليون شخص زائد 9 مليون ضيف إذن التضقم له تبعاته السلبية على ناتج المحلي الإجمالي ولدينا برامج وحزم الرعاية الاجتماعية استخدمناها من أجل تخفيض الأثر السلبي على الناس وفي الوقت عينه لابد من استثمارات لكي يكونوا نالك نمو وخلق فرص عمل فبلد فيه أكثر من 5.5 مليون طفل يولدون سنويا طبعا ويدخلون سوق العمل عدد مشابه لهذا الرقم يجب أن تجد الحل وفي الوقت عينه لدينا تغير المناخ وتخفيف من آثاره ومتطلباته يجب أن تستثمر في ذلك كل هذا معا وهناك حيز على مستوى المالية العامة ضيق جدا فكلفة ارتفاع كلفة التمويل ارتفاع كلفة خدمة الدين والتحديات الأخرى التي تواجئ المجتمعات إذن نحن تحت ضغط كبير وأنا أعتقد بأن هناك الكثير من الحلول التي يجب أن تأتي من التفكير الإبتكاري لأن الحلول التقليدية لا تعمل في هكذا ظروف فبالتالي نعتمد على حشد الإرادات من السوق المحلي وهذا ليس بالخيار السهل لأنه في نهاية المطف أنت تؤثر على الاقتصاد وتؤثر على جيوب الناس وماذا في جيوبهم ودائما نقول بأن وزراء المالية دائما أيديهم في جيوب المواطنين وبالتالي يقولون لنا أخرجوا أيديكم من جيوبنا إذن من أين يمكن أن نحصل على المال اللازم؟ بالنسبة لمصر 75% من إجمال الإرادات تأتي من أنواع مختلفة من الضرائب فقط 25% من مصادر غير ضريبية إذن كل ذلك سيكون له تأثيره وتغير في ذلك سيؤثر على الاقتصاد وعلى الناس إذن الوضع صعب؟ نعم أقول بأن وزراء المالية في وضع صعب في هذه الأوقات لا أقول تحت رحمة بل أقول نحن بحاجة للتعازي والمواسع طبعا أن تكون صحفياً اقتصادياً تعرف ما الذي يقصدون إذن جيسون كيف يبدو الأمر من منظور بلد من الواضح أن لديها إمكانية الوصول للإئتمان بشكل غير محدود لأنهم لن يقل لديهم الدولار على الإطلاق أنا أقول بأن لدي أمران متصلاً بهارفرد يبدو لي الأمر أنه في السبعينيات كان هناك قالوا بأن هناك أربعين سنة من النفط متبقية واليوم يقولون عشرين سنة ولو سألتني قبل عشرين سنة هل دين الولايات المتحدة الأمريكية هو مئة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وثمانية بالمئة هو العجز فأقول بأن حقيقة حتى فيما رأيناه في سندات العشر سنوات مع تنبؤات قبل عشرين سنة فسندات العشر سنوات ستكون الآن إذن أقول على المرء أن يتوقف لبرهة لكي ينصت إلى ما يقوله الناس من أمور مخيفة بشأن سياسة المالية العامة لأنا بالتأكيد متوتر حقيقةً وأكثر توتراً مما في أي وقت مضى بشأن الوضع على مستوى المالية العامة أعتقد بأن علينا أن تعامل معها غداً وربما بعد غد ربما لا ولا يتبدو أن الأسواق تفكر هكذا أنا ربما أمكن بشكل متفائل أن أقول بأنه سيكون هناك فقط تصف سقطة فوق أسعار الفائدة وأن الناتج الدين سيكون مستقراً كان نسبة مئوية فقط خمسين بالمئة من نتج المحلي الإجمالي وأن بالمناسبة الآن ما هو حجم التعديل على مستوى المالية العامة هو أربعة أضعاف ما قمنا به في التسعينيات وفي العام الف سعمية وسبعة وتسعين وثلاثة وتسعين جميعهما معاً وأقول هذا هو الدمج على مستوى المالية العامة الذي نقوم به الآن أنا طبعاً يعني متشتت بين عدم الخوف وبين موضوع الاستدامة وعدم وجود هذه الاستدامة وطبعاً هناك أمور مثلاً مثل استنزاف في مثلاً حزم الطبية والصحية لدينا واحد إلى سنين من البيئة بين الناتج المحلي الإجمالي كفيسكال كونسوليديشن أو كتعزيز على مستوى المالية العامة ممكن أن نرى الموارد العامة فمثلاً تجربة كندا أعتقد في العام 1983 صحيح لي إذا كنتم مخطئاً حيث بدأ السوق المالي بالتخوف والذعر وطبعاً تعاملنا مع ذلك الوضع ذلك يذكرني بتعليقين طبعاً يعني سيئ وليس لدينا شخص من اليابان لأنه قالوا بأن مئة وخمسين بالمئة ما المشكلة ونحن نحن ندخل أقل مما تفعل اليابان وطبعاً لدينا حجم كبير وبالتالي لن أخذ كرقم مطلق بالنسبة لليابان دين الدين العام القطاع العام في المملكة المتحدة كان مئة وخمسين بالمئة إذن ما المشكلة هذا في المملكة المتحدة إذن لا نعرف متى يصبح هل سيبقى ممكن إدارته ولكن لنفترض بيتر الآن بأننا وصلنا إلى شيء لا بد من أن نقوم به ومحمد وصف بشكل قوي جداً الضغوطات الكبرى التي تواجه دول كمصر والكثير من الدول المشابهة والتي تواجه صعوبات كبيرة أكبر بكثير ما تواجهه كندا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة فبرأيكم ما الذي يمكن لبلد كمصر أن يفعل عملياً من أجل إصلاح البعض القائم وعندما نتحدث عن الموضوع الناحية السياسية ما الذي يمكن أن تقولوه لهم أولاً لا أرتاح بأرقام المملكة المتحدة ردينا ردة فعل السوق لذا لن أكون مرتاحة جداً كما قالوا نحن نعرف أن الأمور قد تنفجر في أي لحظة يجب أن نكون حذيرين بالنسبة لي ما الذي يمكن أن يتم بمحمد تحدث عن الآثار المتراكمة لارتفاع مستوى الدين ارتفاع سعر الفائدة وكذلك وكما توقع صندوق النقد الدولي ضعف النمو الموجود في الكثير من الدول هذا طبعاً ما نسميه أمر صعب جداً ما الذي يمكن أن نقوم به؟ طبعاً يمكن أن نقوم بالقليل بشأن حشد الموارد قلتم بأن لديكم موارد تأتي من الضرائب بشكل أسيس وهناك كما ذكرت تقدم قليل ولكن أعتقد بأنك هنا بحاجة إلى جهود منسقة في حشد الإرادات المحلية هناك عدة طرق القيم بذلك أعطيكم بعض الأمثلة الأرقام التي لدينا في بداية حديثي قلت بأن الدول النمية بحاجة إلى أن تضيف ثلاثة تريليون دولار إضافية من أجل أن تفي بإحتياجاتها من الإنفاق وطبعاً لدينا التحول المناخي ولدينا إذن هذه الثلاثة تريليون ما الذي نأخذ من الأسواق ما الذي تطلب الأسواق الناشئة؟ وهنا نقول لنحاول أن نحقق إرادات من دون تغيير بشكل دراماتيكي ولا من الهيكلات الاقتصادية بشكل دراماتيكي يمكن أن نصل إلى الثلاثة تريليون ما الذي يعني ذلك؟ يعني بأنه أولاً يجب أن نزيد القاعدة الضريبية هناك عدة استثناءات معطاط أكثر من اللازم في السياسة الضريبية وهذه الاستثناءات لا تفيد أحداً وهي طبعاً تصاعدية ولابد إذن أن يجب تخفيف من هذه الاستثناءات في بعض الحالات يجب أن نزيد من معدلات الضريبية أيضاً فطبعاً هناك الكثير من المنافسة في موضوع الضرائب في العالم الدول يجب أن تطبق ما تتفق عليه من أجل أن يكون تعرف مقدار ضريبة الشركات المحصلة وأعطيكم مثال مثلاً إذا نظرنا إلى من هم أغنياء جداً في كندا وفي أمريكا 50% من دخلهم يأتي من نوع من اللعب على موضوع الضرائب يدفعون أقل ضرائب من غيرهم هنا يجب أن نركز ثانياً أو ثالثاً إذا كنا سنضع سياسة إنفاق فيجب أن نفكر كيف سندفع متطلباتها مثلاً ممكن تسعير الكربون يمكن أن يلعب ذلك دوراً وكذلك ضرائب على الكربون وأن يكون هناك نمو وخلق فرص عمل في الاقتصاد والنقطة الأخيرة وأكثر من الضرائب وغيرها ممكن أن نقوم بالإصلاحات الهيكلية التي تزيد من الإنتاجية فإذا استطعنا أن نزيد من الإنتاجية فذلك سيمول نفسه إن صح التعبير موضوع التعليم المبكر الرعاية رعاية الأطفال كل هذا يمول نفسه إذن وضع أولويات في الإنفاق وتركيز على المجالات التي ممكن أن تزيد من النمو وتعززه مضامين ذلك ربما علينا أن نرفع نزيد من الضرائب إذا لم نشهد تطوراً في الإنتاجية وتغيراً في التركيبة الديمغرافية وانخفاض النمو هذا سيؤثر على القرارات التي تتخذها فيما يتعلق بالعجز العام وفي ألمانيا نحن جزء من اتحاد نقدي يجب أن نذكر زملاء بذلك وهذا يعني أننا بطريقة ما مرسى للاستقرار للاتحاد الأوروبي ولذلك يجب أن نتخذ قراراتنا بطريقة دقيقة جداً بالنسبة إلى سؤالي كمارتن أعتقد أننا يجب أن نميز بين أمرين في بعض الاقتصادات تجد أن تطبيق قوانين يجب أن يتم تحسينها وأتحدث عن قوانين الضرائب بالتأكيد وفي بعض الدول الأخرى يمكن زيادة عبء الضرائب الضريبي دون أن نضر بالتنافسية سيشاهدت أبحاثاً تشير إلى أنه في بعض الحالات 8 إلى 9% من الناتج الإجمالي للعبء الضريبي الأعلى قد يكون أكثر كفاءة وفي ألمانيا نحاول تجنب الضرائب المرتفعة ونهدف إلى اتخاذ مسار مختلف فلدينا عبءين ضريبيين أساسيين للشركات الصغيرة والمتوسطة وليس لدينا أي مشكلة في أرباح الضريبية لدينا مشكلة فيما يتعلق باتخاذ القرارات بشأن الأولويات في الميزانية العامة ونحن نحسن ذلك لدينا ارتفاع في الإنفاق بسبب أولوياتنا ولكن يجب أن نقلص من العبء الضريبي ولهذا قدمت مشروع قرار فيما يتعلق بفرص النمو وكلا المشروعين يهدفان إلى التحسين التنافسية في السياسات الضريبية للشركات الألمانية إذن كريستيان لديك طموحات كبيرة جدا وكما ذكرت أنتم دولة تعرضت إلى صدمة منذ جيل مضى واتبعتم سياسة نقدية مشددة وخفضتم القروض بمعايير دول السبع ولكن تريدون الإنفاق لديكم جانب للتوريد الحديث هل يعني ذلك أنه سيكون عليكم رفع الضرائب؟ اسمح لي أن أبدأ بالقول أو بالتأكيد على ما بدأه كريستيان في إجابته الأولى لأنه مهم جدا عندما نتحدث عن الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا نحن نتحدث عن هذه التحديات الكبرى التي تواجه كل اقتصادياتنا وهي تحديات حقيقية وليس من الواضح ما هي أدوات السياسة المناسبة التي يمكن استخدامها استجابة للتحديات التي تواجهنا اليوم ولكن أحد الأمور الواضحة تماما كما قال كريستيان هو أن المشكلات الاقتصادية للجميع يتم تأجيجها بسبب الغزو الروسي الأزمة الغذائية المخاطر الجيوسياسية أزمة الغذاء ونحتاج إلى المزيد من الاستثمار في الدفاع 2% من النتج الإجمالي المحلي الآن يتم استثمارها في الدفاع نعم وهذا غير معقد هذا أمر مباشر عندما نتحدث عن تحدياتنا الاقتصادية يجب أن نضع ذلك في الاعتبار شكرا لك كريستيان على تصليطي ضعو على ذلك أتفق معك تماما التحديات الأخرى مارتن التي أود أن أضيفها والتي قد تكون مثيرة لاهتمام هي فيما يتعلق بسعر التلوث لدينا سعر للتلوث في كندا ويرتفع بـ 15 دولارا سنويا بما فيه العام الحالي والعام الماضي وسيرتفع وصولا إلى 175 دولارا سنويا لدينا انتخابين أو تم الفوز بانتخاب عمليتين انتخابيتين بسبب أسعار التلوث والأمر هنا أو السبب في ذلك هو أن هذه وسيلة لنا للتصرف واتخاذ الإجراءات بشأن المناخ دون أن ننفق أموال الأشخاص من خلال الإنفاق المالي أو أن نأخذ الأموال من جيوب الأسر الكندية الأسر الكندية الآن تحصل على أكثر من ألف دولار سنويا من خلال هذا القانون قانون سعر التلوث أمرين آخرين يجب أن نذكرهما كريستيان تحدث عن التحدي المتمثل في التركيبة السكانية أو التحدي الديمغرافي ومنقص العمالة لدول مجموعة السبع هو طبعا أحد البنوط في جدول الأعمال في كندا التعليم المبكر للأطفال هو أحد الأمور وأيضا أننا دولة داعمة للمهاجرين هو عامل آخر نحن الآن نمثل السكان إذا تقريبا المهاجرين يمثلون واحد بالمئة مما نحاول تحقيقه نحن نرى هذا جزء من إجابتنا لنمو وأخر شيء أود أن أشارة إليه أنني عادة أفكر عندما يتم عقد اجتماعات للاقتصاديين الأذكية عندما نتحدث عن الحلول التكنقراطية أعتقد أن سعادة الوزير ذكر نقطة مهمة جدا أننا يجب أن نجد حلولا مناسبة للناس ومن المهم بالنسبة لنا أن لا نفكر أن هناك حقيبة أدوات تكنقراطية منفصلة عن احتياجات مواطنينها وبالتأكيد بالنسبة إلى كندا الكنديون يشعرون بضغوطات كبيرة جدا فقد مروا بالجائحة ثم صدمة سلسل التوريد ثم التضخم والآن يعانون من ارتفاع أسعار الفائدة وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نظر إلى أي سياسات نضعها من هذه العدسة ومن هذا المنظور ما الذي سيؤثر على الأسرة الكندية ننتقل إليك سيد محمد واسمح لي أن أتحدث عن آخر الفقرة لأنه يمكن أن ندمجها الآن مع هذه الفقرة كما قيل لتو هناك جانب تكنقراطي إلى حد ما من وجهة نظر اقتصادية ما هو أكبر أو أفضل أوجه الكفاءة لرفع الضرائب من نسبة إلى بعض الجوانب والطلب في منظومة الضرائب ولكن السؤال الآخر وهو مهم أيضاً هو أنك يجب أن تفعل ذلك وتحافظ على دعم الشعوب وهذا مهم جداً من نسبة إلى أي حكومة إذن كيف ترى الموازنة ما بين الأمور أو الجوانب السياسية بما يجب عليك أن تفعله والاحتياجات الهائلة التي يجب أن تحققها فيما يتعلق بالضرائب لن أحصل على أي دعم من الشعب دائماً يخبرني البرلمانيون أنهم يكرهون رؤيتي هناك لأنهم يعرفون أن هناك ضرائب إضافية طالماً أحضر وبالتالي الشعب لن يدعم أي زيادة للضرائب سعود إلى قضية أو مسألة مصر وهي قد تكون مشابهة للعديد من الدول الناشئة أو الدول النامية الشعب من فئة الشباب مستوى الخصوبة عالي جداً 2.5 مليون طفل يولدوا سنوياً وأيضاً خطر الطول في العمر لا أتحدث عن الشيخوخة وإنما العمر المديد يضع ضغوطاً على نهاية الملحنة وفي الوقت ذاته الفقر حوالي 32% ما يعني أن لدينا 35 مليون نسمة على مستوى الفقر ويجب أن نتعامل معه وفي الوقت ذاته أيضاً يجب أن نتأكد أن أي تصميم لمنظومة الضرائب يتطرق إلى هيكلية التركيب السكانية لفئة الشباب الذين يبحثون عن الوظائف يحتاجون إلى النمو إلى مياه نظيفة إلى إسكان تعليم صحة كل هذه العوامل يجب أخذها في الحسبان